بتحكي الفنانة لبنى عبدالعزيز وبتقول في يوم بعد انتهاء التصوير في فيلم الوسادة الخالية وصلني عبدالحليم بعربيته وكان معنا المخرج صلاحة بوسيف لقيته بيقول لي عمرك دقتي الملوخية في الإزازة ردت عليه لبنى عبدالعزيز وقالت له لأ أقلها إزاي ده فاتك نص عمرك دي هايلة دي موجودة في كل مكان إزاي ما جربتهاش لبنى عبدالعزيز ردت وقالت له بتتبع فين يا حليم عاوزة جربها قال لها في كل مكان خاصة في الأخزخانات وقتها قربنا على البيت وكان جانب البيت أخزخانة نزل حليم ودخل الأخزخانة ولبنى في العربية مع صلاحة بوسيف وكان بيحاول يمسك نفسه من الدحك وخرجوا ما جابش أي حاجة وقال لها تخيالي انه هم بيعوا آخر إزازة من نص ساعة وهيجيبوا تاني قريب انت بس دوري عليها في كل مكان لحد ما تلاقيها وتلعت لبنى عبدالعزيز البيت وسألت مامتها وقالت لها انت ما بيتجيبش الملوخية في أزاز لي وردت عليها الأم وقالت لها انت جبت الكلام ده منين قالت لها عبدالحليم قال لي كده قالت لها يا هابلة ده عبدالحليم بيتحك عليك وبكده أنقذتها مامتها من البحث عن الملوخية في كل مكان الله يرحمك يا حليم